أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطاً وجندياً في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جهة أخرى اعترف جيش الاحتلال بأنه قام بنبش القبور في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انتشار مقاطع فيديو لقبور مدمرة أثارت موجة غضب كبيرة وأضف جيش الاحتلال لشبكة سيئن الأمريكية أن استخراج الجثث من المقبرة هو جزء من عملية البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا هو أول اعتراف للجيش الإسرائيلي باستخراج الجثث من مقابر فلسطينية في قطاع غزة أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي قيام الاحتلال بتسريح بعض قوات الاحتياط بسبب توطر ساحة القتال ومتطلبات الحياة مشيرا إلى أنهم سيتم استدعاؤهم مجددا من ناحية أخرى أفادت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبخوا المسؤولين الإسرائيليين بسبب استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية أبلغت الإسرائيليين بأن إحصاءاتهم تشير إلى أن نحو 150 مدنيا ما زالوا يقاتلون يوميا في غزة ويقاتلون رغم الانتقال المفترض لمرحلة قتال أقل كثافة ترجمة نانسي قنقر